لكن الإرهاب هو موضوع آخر يعطيك صحيح الإرهاب جريمة كبيرة نواب يبيضون الإرهاب داخل قبة البرلمان نسموه عبير موسي ونرجو معك نحن طالبين من دولة تونسية تتحمل مسؤوليتها اليوم الإرهاب عنده دائمين في مجلس النواب اليوم الإرهاب عنده دائمين في التنظيمات السياسية اليوم أخذني يخرج لك ما تسمى قتلة اللي مصبح للليه وهم يبيضوا اللي ناتق رفز عن زار الشريعة قال لديه هما فتكوا الجنيح العسكري أعطاهم ليش نهار معلومة الجنيح العسكري اللي فتكوش نوة ما قيله عندك مجلس بنفسي خمسة ليس واربعانيين وثمانية واربعين وواحدة حالوا قديم القضاء قديمش بيهم إجراءات عرفوا ليش بيهم حتى ما سلاحظت لي ما تروهم بيت وليا ما يجيش لأنه مش يواليه الإرهابيين يقولون له مثالك أحنا نقترف العملية وتنزونا للحرم سيف الدين مخلوف الإجابة على عبير موسي ومع العلم أنه مبروك رشيد أيضا زميلك نائب شعب جاء بحذين هنا وتحدث رأسا عليك أنت سيف الدين مخلوف يقول أنك عندك تساور وانت شدد كالاشنكوف ومع شخص أيضا هو مشتبه فيه أنه يكون إرهابي قاعدا نقول لك النواب زملائك وهنا نحكي على برلمان شنو قاعدين يقولون في بوابة الذهيبة ومشينا عملنا قافلة وقلتها مليون مرة ويعرفها مع جمعية المحامين الشبان وفي التصوير ومصورين معي زوز محامين يعرفهم باللزم ويعرف في التليفون يذهب ثم على أقل خمسين محامين متصوروا بالكلاش هذاك أنا فقط هبطخط مش نسرق أنا ومشينا في البوابة ومعنا الشرطة والجيش والحرس وقابلنا الثوار واخذينا العالمات وكذا سبعة مال فين واحداش وقت اللي يمازالوا كيحروا البوابة متاع الثيبة يجيه هو طوى يحب يسترزق من الكذب فما نويب في التليف الكرامة